أهلي عيامة ليه في بطولة أفريقيا؟ فاضل له مبراتين سيمي فائنا ومبراتين بوست كريم سؤال حلو قوي الأهلي المرشح الأول لبطولة أفريقيا الأهلي دايما حتى في أقل مستوياته الفنية المرشح الأول كفاية بعض الإعلام وبعض الأقلام وبعض المواقع كفاية فكرة لما نقابل الترجي الأهلي بدي دروس كمان في شغلك أنت مش شغلي فاهم بالزبط دروس اللي بتقول لي الترجي ماشي كويس الأهلي دي صعبه عليه صعبت عليه ده المطش التاني هناك لب لب لازم تفهم إن الأهلي بيتعمل له مليون حساب تاريخه كده لعبته كده إداراته كده والله دي حقيقة كمان دايما نقول كده أي حد يلعب الأهلي هو اللي عنده مشكلة وحيات ربنا أقولك على معلوم إيه رأيك في المؤتمر الصحفي بركز قوي في المؤتمر الصحفي اللي المدير الفني لفريق الرجاء منزل كبير قال اللي الأهلي كان قبل كده مش عارف إيه وخسر مش عارف من المصري معلومة غلط جدا يعني هو مش عارف أقولك على حاجة بقى اتعلمت كده من مانول المدير الفني اللي يقال للمنافس بتاريخه وقمته ولعبته يبقى مرعوب منك اللي بيتكلمك أنا احترم الأهلي خاف منه جدا عشان عارفه وحيقابل مين فده دماغه شغالة إزاي يوقف مفاتيح اللعب لكن اللي يقلل منك تعرف اللي هو حيعتل واحتل في المباراة لو عايز حقيقة عجبني شخصية النادي الأهلي في مباراة الرجاء بعيد عن الفزلكة الفنية لأن في بعض القراءة تلعد فين الشق الهجومي احنا بندور على أي حاجة دي اسمها أنا بسميها فزلكة فنية أنا كسبان 2-0 أروح ألعب في المغرب أقفل أتفرج أقفل مفاتيح اللعب أنا أقولك على مشهد مش كل الفنين يلقطوه في كرة قررت أربع مرات تتعامل طويلة بالسردباج بتاع المغرب ناحية محمد هاني في القاوت عشان ما فيش حلول للعب ولا عارف أختارك من القلب ولا عارف أختارك من الأطراف ولا عارف حتى بعد التغييرتين عمل كسافة هجومية مش حسس بيهم حسس الأهلي أختار الشهو الثاني كمان الأهلي تحول الشهو الثاني سيطر بقى نيبقى بصت فيما كالحال لما لعب جماهير عظيمة أنا بقول كده دايما الفقندية الجماهيرية في جمهور الرجاء الرجاء ما أدركه ما جمهور الرجاء قوي طبعا مش حجع نودي محمد الخبز ده عشان انت لعبت بيك كتير بالزاب ملعب صعب ده لما انت بروح عقود في المدرجات هناك بتوطر صوتهم في ودانة ورجلهم بالدفع في الأرض بيهز صوتهم في ودانة صعبين جدا تشجيء بالزاب فانت حصل حاجة جميلة جدا اللي لعبت الأهلي ودي مدرسة بقى الجيل اللي احنا كنا أنا أحب الكلام ده وأنا بلعب صح بقفل صح الدفع صح هتكسب تروح لأغراضك ثم التحول نفسي كانوا يكملوا دي بقى سيطر افرد انتشر باص لمسه ولعب لمسه دور من يمين شمال دوخ اتعب احبط المنافس ده لازم يبقى موجودة عندك علي الثقة عندك تلعب أقول لك تصوري مارسي كرة كان في عيني مباراتين مبارات الهلال السوداني هناك أنت كنت مسيطر وشكلك كويس ودخل فيك هدف وخسرت المبارات مبارات الهلالس لما حاولت يضغط عليهم عالي في جنوب أفريقيا وخسرت الخمس هو كان حريص جدا وما كانش عايز ياخد أي ريسك هجومي من أي شكل عشان يضمن هذي المنتصوري يعني واتكر كده ما تشد لعبها برا لازم بقى فيه السيناريو مع لعبتي الأول وأنا طريقتي أنا أشربها بالمعلاق كده للعيب لعيب ينزل مستوعب من قبله ايه هو ده اللي هو أنزل بقى دافع كويس بقى في الخطوط عندي الأهلي عنده أقوى خطوط في أفريقيا كلها باختصار سولاسي بيكمله بعض حط السولية مع ديانج مع مروان مفاجأة مروان مع اللي بقى عندك حالات لعيبة مستقرة فنية حسين الشحاد أنا بحيي جد أنا واحد من الناس في يوم الأمن تقط فيه ايه الجماهير حط عليك أمال كبيرة ثم تتقلق بالشكل ده وتظهر بالشكل ده برافو حسيني محمد هاني محمد هاني محمد هاني يا بص هجوم لأ النهاردة محمد ثقة في النفس امتى حزيد امتى حقف امتى بدفع صحي أبا بروح لمباراة العالي مروان برضو مروان عطية مروان عطية رأى حمدي فاتحي أنا بتكلم عن السابتين محمد عبد منعم طبعا سوبر صح سوبر محمد الشناو ايه محمد منعم عجبك عجبني بس تاني حفظه لأقول كل ما حطلع فيه ستوديو حفظه لأقول انت سوبر انت اهم مدافع في مصر ده تتحط ويتحط عليك البال صح بس بلاش في بعض الكور السقة الزيادة عشان بتدي احق للجمهور يا محمد اللي انت مغرور وانا عايز الجمهور يقول لا طبعا زي ما بيقولوا كده بس هي السقة حلوة احيانا بقى في ترنت مع راس حربة كوي خطأ احنا بقوله نصيحة بخبراتي طبعا